سيظل السد العالي على مر العقود والأجيال يجسد قدرة المصريين على هزيمة كافة التحديات من أجل استقلال القرار الوطني مهما كانت المؤامرات الخارجية أو الصعوبات الداخلية فقد قررت القاهرة في الستينات من القرن الماضي بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إقامة هذا السد المنيع لترويد الفيضان وتوليد الكهرباء رغم رفض البنك الدولي المشاركة في عملية التمويل وخلال 11 عاما في الفترة من 9 يناير عام 1960 إلى الخامس عشر من يناير عام 1971 تحول الحلم إلى حقيقة وشهد العالم أجمع نجح مصر في بناء أهم مشروع هندسي خلال القرن العشرين وعلى مدار 49 عاما أصبح السد العالي علامة خالدة في تاريخ الوطن وسيبقى دائما يبلغ طول السد 3600 متر وعرض القاعدة 980 مترا أما عرض القمة فيبلغ 40 مترا في حين يصل ارتفاعه إلى 111 مترا ويمكن أن يمر من خلاله تدفق مائي يصل إلى 11 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة والأمر المؤكد أن السد العالي كان ملحمة بشرية ووطنية بالمعنى الكامل للكلمة لأن المصريين شاركوا فيه بسواعدهم ودعموه بأموالهم وسندوا بقلوبهم حبا في الوطن